والله أخذني وقت طويل لأقتنع أن مقامك حيث أقامك لماذا تم اختيار هذه المهندسة السورية لتتصدر قائمة أفضل نساء العالم وما سر اختراعها الذي بسببه ورثت أغلى ثروات توماس إيديسون ولماذا قررت خمس دول اختبارها أمام العالم بحلول عام 2008 بدأ الطالبات في جامعة حنشو يتدافعنا أمام لوحات إعلان نتائج السنة الأخيرة بكلية الهندسة الإلكترونية في جامعة القلمون تمازجت لدى الطالبات مشاعر متباينة بين دموع الفرح والبكاء كل منهما حسب مستواها ونتيجتها النهائية إلا طالبة واحدة ظلت تحافظ على اتزانها الانفعالية أمام لوحة إعلان النتيجة حتى ظنت زميلاتها أنها كانت على علم مسبق بنتيجتها ونجاحها إنها سيرين حمشو التي كان حظها الحصول على ميراث الكبار لتدخل في بيتها كميات من النفائس التي لا تقدر بأعظم الأموال لكنها قررت استثمارها بدلاً من بيعها وسيرين التي نشأت في محافظة حماه هي ربيبة المهندس عمر حمشو ووالدتها الباحثة رفيدا حدش بعد إنهاء الدراسة الجامعية صارحت سيرين والديها برغبتها القديمة في استكمال دراستها العليا في الهندسة بجامعة بيرسي في فرنسا كانت مسألة الموافقة على سفر طالبة في سوريا صعبة للغاية لكن هذه الأسرة العلمية تفهمت رغبة ابنتها سريعاً وقررت الموافقة على رغبتها في فرنسا إن عقدت اللجنة العلمية المفوضة بالمناقشة مع هذه الباحثة العربية وقد أبهرت سيرين أعضاء اللجنة بسرعة ردودها بعد أن اختارت مجال الطاقة المتجددة موضوعاً لرسالتها العلمية لتواصل النجاح حتى عملت في الولايات المتحدة الأمريكية ووصلت رحلتها بتقديم اختراعات نادرة السيرة المهنية لسيرين كانت تحت سمع وبصر العديد من المنظمات الدولية المالية بتكريم المتميزين وبعدها ارتفعت نغمة هاتف المهندسة السورية ليكون على الطرف الآخر من المكالمة منظمون قاموا على إعداد قائمة دولية حول أفضل مئة سيدة حول العالم وذلك عقب الاختراع النادر الذي توصلت إليه هذه المهندسة فما هي طبيعة الاختراع؟ تعمل سيرين في إحدى الشركات المعنية بالتكنولوجيا والتي أسسها توماس إدسون لتجد هذه المخترعة السورية تعمل في ذات المعمل الذي عمل فيه إدسون وتوصل إلى اختراع الكهرباء أخذت سيرين تطور قدراته العلمية والمهنية إلى أقصى درجة متفاخرة في ذات الوقت بعروبتها وحجابها وفي عام 2015 أنهت المهندسة السورية الأوراق المستندية المطلوبة للحصول على براءة اختراع لاختراعها الذي توصلت إليه رغم ندرة السيدات التي يعملنا في مجال الهندسة الكهربائية الاختراع الذي توصلت إليه سيرين حمشو يعد هدية للعالم حيث يضمن حصانة للمكونات الكهربائية للتوربينات التي تولد طاقة الرياح لكن ظهورا غريبا لسيرين وضع السوريين في حيرة وتساءلوا هل حدث تشابه أسماء وهيئة؟ لكن الحقيقة أن سيرين التي خاضت مجالا تقنيا بحثا قررت تقديم برنامج بشأن العرب المتواجدين في الولايات المتحدة وقد غلب المحتوى الديني على أسلوب مخترعة ليتبين أنها أيضا باحثة في العلوم الدينية لتقدم نموذجا مشرفا للسوريات بعد أن ورثت من والديها أعظم ميراث وهو العلم